التقى الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي محافظ شبوى بعد استدعائه إلى العاصمة السعودية الرياض بتجاوز لحالة التوافق الوطني التي تشهده البلاد بعد توقيع اتفاق الرياض تنطعات الرئاسة الشرعية لا تقف عند حد التعيينات فبعد أيام من خرقها لاتفاق الرياض تسوق ميليشيا الإخوان وهما جديدا للساحة المحلية بما يسمى ميناء قنى في محافظة شبوى الجنوبية هادي الذي اخفى انطباعاته عن المجريات والاحداث ظهر اخيرا بابتسامات مغايرة لتلك التي تبنتها حالة التوافق الوطني ومع ابن عديو الذي يئن تحت حكمه ابناء شبوى اهدت له الرئاسة الشرعية انتصارا وهميا دون تطرق لخطر ميليشيا الحوثي المحيطة بها بعد منجز ميناء قنى القومي حسب وصفهم وحجم التكلفة المدعاه قررت الرئاسة بمشقة دعم محافظة شبوى على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها الميناء الأمر الذي اعتبره محللون إضرارا بالجنوب ومصالحه الأمنية والتفافا على الإرادة الشعبية شبوى التي استغلتها جماعة الأخوان لتمرير أجنداتهم القادمة من محافظة مأرب وتصديرها على شكل فوضى للمحافظات المحررة في تصفيات واغتيالات سياسية لمنتسبي قوات النخبة الشبوانية في من شغلت سلطتها بتوفير بيئة خصبة لاستثمارات العيسي والزبانيته تصريحات محافظ شبوى ومقارنته لمينائه بالعاصمة عدن اعتبرها متابعون استفزازا سياسيا تمارسه قوى الإخوان وما تمثل إلا التماهي المطلقة مع ما تطلقه دعاو الهاربين إلى فناتق إسطنبول وأن ادعوا غير ذلك لن نسمح أن تكون شبوى مثل عدن